اللفت للنظر بأنه في عام 2016 خرج بيان من إدارة النادي يحذر فيه الجماهير بداية من عدم رفع علم فلسطين وأن هذا الأمر سيجر عقوبات من قبل الاتحاد لربع لكرة القدم على النادي ولكن الجماهير لم تأبأ أو تعبأ بهذه البيانات بل رفعت علم فلسطين وأصدرت بيان بأنها تتشرف وتفتخر برفع علم فلسطين في المدرجات وأن فلسطين قضية إنسانية عادلة وبالفعل تم توقيع عقوبة على نادي سيلتك والجماهير خرجت ببيان لتهاجم الإدارة وتقول بأن إدارة النادي هي من تخرج على قيم نادي سيلتك الإسكتلندي لذلك حتى كثير من الفلسطينيين يشجعون هذا النادي الإسكتلندي العريق والذي يعني له باع كبير حتى في بطولة الاتحاد الأوروبي أو الدوري الأوروبي لكن لفت للنظر وحجم التعاطف الإنساني الكبير مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه انتهاكات قوية الآن من قبل المحتل الصهيوني والعالي اشتركوا في القناة